السلام عليكم مدارس الوطن العربي مادة التاريخ الدرس الرابع للصف الثامن الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس رح نتعرف من حيث كيف أنشأ العرب في الأندلس حضارة طبعاً هاي الحضارة التي أنشأت في الأندلس شملت عدة مجالات مجال الاقتصادية والاجتماعية وأيضاً العمرانية والثقافية رح نتعرف عليهم إن شاء الله في الدرس القادم الحياة الاقتصادية تشمل عدة نواحي وهي الزراعة والصناعة والتجارة رح نتعرف بداية على الزراعة من حيث كيف اهتم العرب بالزراعة في الأندلس أو كيف مظاهر اهتمامهم كيف أثر المسلمين في تطور الزراعة في الأندلس واحد أنه أصلحوا وسائل الري ونظموها بنوا السدود وشقوا القنوات وأقاموا الجسور والقناتر واعتمدوا على الحيوانات في حراثة الأرض وإعدادها للزراعة أيضاً برعوا في تنسيق الحضائق وأدخلوا العديد من النباتات التي لم تكن معروفة سابقاً في الأندلس من هذه المحاصيل اللي أدخلها الأمويين للأندلس كالأرز وقسب السكر والعنب والحمضيات والموز أيضاً في عنا كمان مظهر من هذه المظاير وهو إسهام علماء الأندلس في تقدم العلوم الزراعية قبل ما نتعرف على كيف أسهم العلماء رح نتعرف على أبرز الشواهد في تطور نظم الزراعة في الأندلس من حيث الحديقة الجميلة الملحقة بقصر الحمراء في غرناتا وهي كانت أكبر دليل واضح على عظمة العرب في الزراعة لأنه من حيث أنها أصبحت إلى الأندلس إنموذج يحتضى به في بناء الحضائق الغنى كيف أسهم العلماء في تقدم العلوم الزراعية من حيث تصنيفهم العديد من الكتب العلمية وأيضاً يهتموا بالنباتات الطبية التي كان يستخرج منها الأدوية والعقاقير الطبية ألفوا أيضاً العديد من الكتب من هذه الكتب واحد الجامع لمفردات الأغذية والأدوية لمن؟ لابن البيتار وكتاب الفلاحة في الأرضين لابن العوام وكتاب الفلاحة لابن بصالب هلأ بنتعرف على الثاني منحة وهو الصناعة هساً الصناعة ازدهرت في جميع المدن لكن وظهرت لدينا طوائف حرفية كانت تسمى بأرباب الصناع ماذا يعني أرباب الصناع؟ هو مصطلح أطلق على الطوائف الحرفية التي ظهرت في الأندلس بعد ازدهار الصناعة أيضاً كان لكل حرفة رئيس منتخب من قبل الأصحاب يعني لو عندنا حرفيين خمسة لحرفة معينة كانوا ينتخبوا واحد منهم يسمى باسم الأمين ما وظيفة هذا الأمين؟ وظيفة أنه كان مسؤول ومدافع عن أهل حرفته أمام ممثل الحكومة الذي كان يسمى المحتسب طبعاً هلأ الأندلس عرفت العديد من الصناعات التعدينية والنسيجية والغذائية سنتعرف على كل صناعة وأنواق وأمثلة عليها صناعة المواد الغذائية كذا شفيف الحبوب والفاكهة والزيتون وصناعة السكر صناعة المنسوجات اشتهرت الأندلس بصناعة الملابس خصوصاً من الكتان والحرير وأتقنوا فن الصباغة ما معنى فن الصباغة وهي صباغة الملابس وهذا أكسب ملابسهم ألوان زهية فاخرة اشتهرت الأندلس أيضاً بالصناعة التعدينية من حيث أنه كان عندهم الذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والزجاج وأيضاً الفخار المذهب والفسيفساء ودباغة الجلود والسجاد وصناعة الورق رابع نوع من هذه الصناعات وهي الصناعة العسكرية طبعاً كانت تبلغ لها شأن عظيم في الأندلس من حيث صفاتها الإتقان والرقي والقوة فمثلاً ننعلل مدينة مرسي اشتهرت بالصناعات الحربية لماذا اشتهرت مدينة مرسي بالصناعات الحربية؟ لأنها أنشأت دوراً لصناعة السفن الحربية شو سبب صناعة هاي السفن الحربية لمواجهة الأخطار المحيطة بالأندلس من الخارج؟ من هاي الأخطار الخطر النوروماندي والخطر الفيرانجي طبعاً في عصرهم عرفت شيئين شيء الأول الشواني والآخر الطريدة الشواني هي سفن كبيرة كانت بتحمل الجنود والأسلحة لكن الطريدة من اسم الطريدة هي كانت سفن أصغر من حجم سفن الشواني بتحمل الفرسان والخيول اللي مهمتها المطاردة والعمل السريع تالت منحة وهو التجارة طبعاً علن نشطة التجارة الداخلية والخارجية في الأندلس السبب في ذلك إشرافها على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي وأيضاً لطول سواحلها وتعدد الموانئ طبعاً كان في عنا العديد من الموانئ مثل الموانئ الشرقية اللي كانت طبعاً تعج بالنشاط والحركة وهاي الموانئ كانت مطلة على البحر الأبيض المتوسط بحكم قربها من الموانئ العربية طبعاً في كتير من أسماء الأماكن في إسبانيا والبرتغال ما زالت عربية كمسمى عربية الأصل إلى حد الآن طبعاً في هون ميزة لمدينة المرية أنا هي قاعدة التجارة في شرق الأندلس طبعاً من جواب سؤال علل لماذا نشطت التجارة الخارجية والداخلية ثلاثة أنه كان يوجد فائض في المنتجات الزراعية والصناعية وزيادة الأمان في البحر الأبيض المتوسط وهذا ساعد في زيادة التبادل التجاري بين الأندلس والمشرق وأوروبا وهذا الأمر كله انعكس على الاقتصاد الأندلسي طبعاً في عنا سؤال من أسئلة الدرس ما أثر توافر المواد الخام في الأندلس على تطور الاقتصاد عندما يتوافر مواد خام عند الدولة هذا بنعكس على اقتصادها الدولي من خلال استغلال هاي المواد الخام في العديد من الصناعات طبعاً من وسائل التعامل التجاري بين التجار في الأندلس كان عنا واحد عن طريق تبادل السلع أو عن طريق استخدام العملة كالسكوك والصفاتج والحوالات طبعاً من هاي المبادلات التجارية كان عنا تتم يا عن طريق الدينار الإسلامي أو الدينار البيزنطي لكن من الوسائل الشائعة الاستخدام هي السكوك والصفاتج والحوالات طبعاً هلا احنا بنحكي عن تجارة فأكيد التجارة الخارجية في عنا صادرات وعنا واردات من الصادرات المنسجات والمعادن والقطن والحرير وأيضاً الواردات من أهمها التحف والأشياء الثمينة والتمور والذهب والحبوب والصنغ رح نتعرف على ثاني مجال وهو الحياة الاجتماعية طبعاً كان المجتمع الأندلسي خليط من أجناس مختلفة عاشت في ظل الحكم العربي الإسلامي وتمتعت بالتسامح الديني من هاي الفئات عنا العرب نتعرف من أين أتوا وأين سكنوا في الأندلس العرب هي النواة الأولى للعرب اللي وصلوا للأندلس هم كانوا قبائل قيسية ويومنية وفدوا مع موسى بن نصير طبعاً توالت هجراتهم من الشام بعد سقوط أي دولة الدولة الأموية هرباً من العباسيين واستقروا في الأندلس أين سكنوا خصيصاً في جنوب الأندلس وفي غربها البربر كانوا بيمثلوا معظم الجيش الفاتح للأندلس مع طارق بن زياد وبسبب قرب مساكنهم من الأندلس فتولت هجراتهم للأندلس واختاروا خاصة المناطق الجبلية في الأندلس في الجنوب والوسط والغرب لماذا؟ لتقاربها مع طبيعة البلاد بلادهم الأصلية التي يقيمون بها شو المهن اللي امتهنها البربر في المدن وفي البوادي؟ في المدن مثل الحرف اليدوية والصيد والسقاية والبناء وسكان البوادي امتهنوا تربية الماشية المولدون هم سكان الأندلس الأصليون اعتنقوا الإسلام ما كان فيه فرق بين وضعهم العام ووضع العرب والبربر في الأصل شو المهن اللي امتهنها المولدون؟ الزراعة والتجارة وأيضاً المناصب الإدارية هلأ بدنا نتعرف على مظاهر الحياة الاجتماعية هلأ فيه سؤال من أسئلة الدرس سؤال ستة أنه كيف أدى تعدد الأجناس في الأندلس إلى قيام حضارة عربية إسلامية مزدهرة من حيث تفاعلت هاي الأجناس مع بعضها بفعل الدين الإسلامي اللي حثه على التسامح الديني والفكري يعني صار يامس اختلاط بين هاي الأجناس تحت ظل الدين الإسلامي فهذا أثمر في حضارة عرقية أغنى الفكر الإسلامي في الأندلس أخيراً رح نتعرف على مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس من حيث المزايا أو أنواع أو أمثلة على كل وحدة منها المساكن في الأندلس كانت تتميز أنها كانت متجاورة تنوعت بين قصور وبيوت للعامة وأخذت طابع شامي ظهرت فيها النوافير والأروقة وأيضاً تميزت بالزغرفة والنقش الأعياد والاحتفالات من الأمثلة عليها مثلاً أعياد المسلمين الفطر والأضحى والمولد النبوي ويوم عاشوراء طبعاً إحنا بنعرف أنه مش للمسلمين هذا العيد ورأس السنة الهجرية والميلادية ويوم النيروز تعرفنا على يوم النيروز سابقاً وهو أول يوم من أيام فصل الربيع اللباس مزايا كان في عنا لباس للعامة وفي لباس للعلماء ولباس للنساء لباس العامة كان عبارة عن جبه من الصوف أو القطن وكانوا بيرتدوا على رؤوسهم عصائب الصوف الأحمر أو الأخضر العلماء بيربسوا الجلابيب والعمائم لكن النساء كان رداء من الكتان الفضفاض مزين بالحلي والجواهر وسائل التصدية واللهو والترفيه من الأمثلة عليها أنه عندهم كان صباقات خيل مباريات مصارعة بالعصي وكان عندهم أيضاً اللعب بالشترنج والنرد رائجاً في منطقة أو بين سكان الأندلس في عنا سؤال رقم خمسة من أسئلة الدرس بين تأثير حياة بلاد الشام على حياة الأندلس على حياة الأندلسيين أثرها على الحياة الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة وأثر أيضاً على الحياة الاجتماعية بمظاهرها المختلفة من حيث المساكن ومن حيث اللباس والأعيادة وسائل الترفيه يعني مثلاً بالمساكن أنه كانوا مخدين طابع شامي من حيث النوافير والأورقة وهذا إحنا منعرفه موجود كتير في بلاد الشام هيك طلابي بكون غطيت معاكم أسئلة الدرس ويعطيكم ألف عافية